وبطلنا الصغير فتح الدولاب فلاقي حاجه مرابه فرجع وخاف فهو خاف اهلا بكم في الجزء الثاني من الطفل اللي حياته مرابه هذا الفيديو ليس برامير ولكن الفيديو طويل ونسيت اقول لكم في الجزء الاول ان الطفل ده او قصدي ماكسيموس مع عنده اخوات انا نسيت اقول كده فعشان هو خاف من الحاجه راح انت منطقة تانية في الدولاب والحاجه اللي خافها دي دي كان بس تخيلات من دماغه يلا بنا نشوف ايام هو راح انت منطقة تانية وغير الدولاب فراح انت منطقة تانية من الدولاب وفتح الدولاب وعشان يغير هدومه وغير هدومه بعدها حطي ايده على السدره ام اخوه ام اخوه الكبير هو عنده ثلاث اخوات ام مالش سوري نسيت اقول للمواضع دي في اجوز الاول ام ادخل قل وي قال تلافة تحبقك زي المجنين يا بجم يا حمار يا برجو وانت بتعمل حاجات انت مجنون احيانا بالطبع يا مجنون يا لما عندكش قلب ولا دمير ولا دم ولا عيون لا عندك عيون صح طب هو لا عنده حاجة ما عندهش لا عنده رجلين عنده ادين عنده بطن طب عنده عنده قلب اكيد ما كان شايش لا فكر فيه اوه شعر لا يا سانية عنده شعر ما عندهش شعر اصبر بس من تحته ممكن يباصبر ايه ما عندهش عيون سودة لا عنده بني وبتبع حلوة في النور ملعوين ترسلم يا بجم انت قسرت قلبي بدرجو دي بتكرهني بكره مين يا برجول والتفل الثاني اللي هو الولد الثاني جاه وقال بس قبل ما نقول لك هو قال متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفيل الجرس عشان ما تفوتكوش اي فيديو جديد ونكمل المصرحية بس ثانية قبل ما اقول لكو برضو ايه هو اللي قالو الاخ الثاني اللي هو الولد الثاني اللي هم اجرانه اخواته بعده عن ربنا وهو كان بحبها الكتاب نقطس بتقول انا اقولها بالانجليزي جيسوس اخواته بعده عن ربنا اخواته اخواته بعده عن ربنا ونكمل الطفل الثاني اللي هو الولد الثاني يعني ما عرفش اللي هو متوسط المهم يعني هو جاه ودخل قال يا ابو مجرمي ده انت طلعت مجرم ده انت حرام وبوسرجين كانوا دايما بيشتموا اخواته انت ما عندك شلب ولا ضمير ما بتحبش حتى غير نفسك يا حبيب هو اساسا بيقول اي حاجة وخلاص هو اساسا ما يعرفش اي هو حبيب هو ما يعرفش مين حبيب اساسا يقول اي حاجة وخلاص يعني عشان عايزه يحزن وهو دايما كان بيتحك كان دايما بيتحك بس من قوة كان بيحزن لان علشان كان عارف اخواته بيمروا بحاجات سعبة فكان دايما عايزهم سعد لكن سعيد يعني من قوة هو حزين اه ايه زي الصوت اللي احنا هنعمله الدالواتي الصوت اللي قوة بيعمل ماء من قوة الصوت ده كان صعب عليه وابعديها هو مشا ثم الطفل الثالث هو التولد الثالث يعني دخل وقال هو دخل عمل 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 يعملها بقاله ساعتين والطفل واصص عليه بعيون جندا ومتهزهز لحظة واحدة والطفل الثالث قال انت عندك شغل ودميري الكلب وهو اتأثر من جواه لدرجة حزق جندا وبعدها الجران دخلوا والستة دخلت وعملت صوت ممكن تكونوا سمعتوا ممكن لا عملت طريحة بحشي نحن نضع هذا في الفيديو نضع كل تدلز نضع كل تدلز لكن بعدها وما دخلت قال انتك ليس بتكنس ليه بعتك بعتك معافن يا معافنين واتأثر جامد برضو بالكلام لكن بان بابتسامة جمدة نضع كل تدلز بعدها نضع للمود اللي هو كان فيه اللي انتو شايفينه وش عادي هو بيحاول على الدماء يقدر بيبانش عابس ممكن لو ركزت شوية هتلاقوا بقوا بيتحرك بيبان بضحك زعلي بالسبب اني حياته كانت صعبة وهو بيبان قدامهم انه هو زي الفل اسمك هو حزن فبقوا كان احيانا بيبان بالطبيعة بعدها رجع طبيعي هاي بقوا الوش العادي دي مش حزن ولا سعادة بعدها الكلام ده كان غلط ويته كان مرتب وكان دايما بينظفه بعدها الراجل اللي هو متجوز الست اللي هو من جيرانهم جاه اللي هم عملوا القصة وكده دخل وقال يمنع أب panda يكون أخبال بعدها خفط ومشى عادتو كده يدخل للواحد قبل ما يخفط بعدها يخش يما يقدي Maple عمر 요ما شوفنا واحد زي كده فصراحة بدأ وشوفتو لو بسط كيف كمانough مثير يяхرج وَأَفَ Vis وبعدها حصلت حاجة غريبة رفع ايده اللي كانت على صدره انتم اسأتم ليه لذلك سوريكم بهذا السحر الذي فعلته انا اليكم اعرف ان هذا الطريق خاطئ ولكن يجب ان افعله لكي انتقم منك يا اخوتي وجيراني وكل ما نسالي وسطق هذه القصة وانا احدا يعتني بي وانا لا احد يعتني بي وانا انتم قبل ما نكمل لو انتم ما تفرقتوش على الجزي الاول سوف تفرقوا عليه دلوقتي سوف تخلصوا الفيديو وبعدها سوف تفرقوا عليه كمان تفهموا كل حاجة لو انتم ما تفرقتوش عليه لو تفرقتو عليه خلاص كميل الفيديو وعملت عزين عني بس لو انتم ما تفرقتوش على الجزي الاول كميل الفيديو بعدها سوف تفرجوا عليه وانتم حقراء وشياطين ولكن الان انا سانتقم منكم يا اخوتي وجيراني وكل ما نقسى وانتقموا من جيراني ومن اخوتي ومن كل اسائله قالها ثلاث مرات او اربعة قالها ثلاث مرات قصدي واربعات ممكن يكونوا باختلاف من الغباطين ولكن هذا ليس مهم هو عمل سحر ان هم يعيشوا في حياته بس قبل ما بيقى يبعد السحر حطي ايده ثاني على صدره علشان افتكر ان هو بيحب ربنا وينفعش يعمل الحاجة الغلطين وبعدها ايام فكر في الاية اللي هي بتقول قول ما هيك مين سيكونوا لكم ديك ولكن سيكونوا لكم في العالم ديك يعني سيكونوا لكم ديك في العالم يعني مش هارف لو نبو ولا وصح ولكن سكوا انني غلبت العالم ايام وافتكر الايدي وبعدها ايام حزن وصلى الله والاسف ارابوت متعب ومعملش كده بعدها بطل من السحر وحش ايده من على صدره وحطها ثاني مكانها وبطل السحر وكده الفيديو خلاصه بارده واكد ما تنسوش تعملوا لايك سبسكراب تفل الكرس شايم الفوتكو شايف فيديو كده واحنا تعبنا كده في الفيديو ده يعني يريد تعملوا على لايك وسبسكراب وشكرا لكم ونشركون في الفيديو كاي سلام اشتركوا في القناة